صباح الخير عليكم جميعاً كل أحبابي وكل أصدقائي في كل مكان بركولي أنا مبارح وصلني جواب في هدية من اليوتيوب في شيك وفي تذكرة للسفر الخارج يا رب من دعواتكم طبعاً لي أنا فرحان جداً 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 مع بعض أهوت هنفتح المظروف وهنشوف فيه إيه مع بعض عشان أنتوا طبعاً هتشاركوني في كل حاجة طبعاً زي ما أنتوا شايفين أهو أهوت أهو إيرو دي إيه أنا مش عارف أجيبها لكم إزاي بصراحة المكتوب فيها حظ سعيد المرة القادمة ده مش تقريباً يعني كسبت حظ سعيد المرة القادمة ده أنا كل طبعاً ما اشتري حاجة فيها إن أنا أكسب أو أعمل ألاقي فيها كلمة سنة أو سنتين وأرجع بشوية دولارات يا رب تكون ده منهور مبسوطة اللي أنا جاي فيها ويا رب شركة حظ سعيد المرة القادمة حظ سعيد المرة القادمة تكون مبسوطة وبشكر كل اللي تعاون معايا لحد ما كسبت حظ سعيد المرة القادمة إبراهيم بدر الدين طبعاً هو اللي جاب لي الجواب وكان سعيد جداً هو بيقرالي هذا الجواب وبقول له يعني إيه حظ سعيد المرة القادمة بيقول لي يعني كسبت حاجة سعيدة فيا رب أنا مكسابي كله يا جماعة حبكم لي وحب ليكم وحبنا في الله ولا يهمنيش أي فلوس أكسب فلوس أخسر فلوس الفلوس بتروح وتيجي معرفة الرجالة هي أحسن تنزي في العالم وانتو بالنسبة لي المكسب الوحيد في الدنيا حبيبي وأصدقائي كل الناس اللي متابعين في كل مكان تحياتي لكم محترامي تصرف فلوس الدنيا جنب ضوف الرجل منكم صباحكم فلوس سعيد بحبكم كلكم صباح الجمال ترجمة نانسي قنقر